أمل مسايخي أو سيدة أمل أيوة أمل مع حضرتك أيوة فهانو متفضل لا سمحك أنا عايزة أسأل شيخ أنا زوجة أولى وجوزي متجوز علي أنا ليه خمس سنين بس أنا لغاية دلوقتي بحث بالظلم بردو لكي خمس سنين لكي خمس سنين خمس سنين خمس سنين هو متجوز عليك هو متجوز علي ليه خمس سنين آه آه بس أنا ليه 17 سنة وأنا متجوز معلش أنا أسفة يا مدام أمل أنا أسفة أنا أسفة وأتجوز علي حضرتك ليه؟ أيوة نعم أتجوز علي حضرتك ليه؟ بدون وجهة حق أنا الحمد لله معي أولاد وبنات معي ثلاث طبيان وزنس هل حضرتك ونقول الصراحة هل حضرتك من نوع الست اللي بتهتم ببيتها وتهتم بنفسها ويدخل إليها يبيته نظيف ومراته نظيفة أنا بهتمد كل حاجة وكل الناس بتشهد بجمالي وبنظافتي وبكل حاجة وفيتي ليه مدام أمل نوعي يكون متجوز عليك معلش وفيتي ليه؟ مش عادفة هل هي لافت عليها؟ هل كان؟ بس أنا عايزة أعرف مشي هل هو وبعدين خب عليها؟ ما قاليش غير بعد ما تجوز؟ آه راح أتجوز الأول هو مش بفو بيختروه؟ آه آه ما قاليش غير بعد ما تجوز بس في سعاد بيأتي عنوار واعمي لازم الزوجة تكون معاها علم بالموضوع؟ ولا لأ؟ آه فتري يقول لك بقى هو ما قاليش غير بعد ما تجوز ودخل عليها وكل حاجة جاء أنا أنا تجوز كيف هترف علي قضية؟ يعني شوفي؟ أوه ترف عم فيش مشي لا أنا أنا طبعا هتفن أولادي عايشة و لما يخترني قبل الزوج بس إنما الأمور الكثيرة اللي أنا شفتها أو عايشتها شكرا يا عم فضلت الشيخ يرد عليك حال يعني الزوجة مثلا زوجها بيشتغل في أسوأ أو في أنا وبييجي آخر أسبوع بيجي ثلاث يام في الأسبوع اشتغل ثلاث يام في الأسبوع وبييجي مثل ستا حداشر بالليج ويلا أنا ايه وليع نور طبعا اطفل نور أنا عاوز أنا يلا مع السلام إيه دا؟ معقول وأنا شفت حالات مندي كثيرة صح المفروض تتعدله تنتظره بعمل العشاء تعال يا تعال يا حبيبي انت تأخرت علينا اليه النهاردة انت مجيت في غير معادك انت جايه قبل معادك انت جايه بعد معادك يعني تبقى فيه حوار بين الاتنين ومستعدين استقبله جايه من شغله بقى له اسبوع مش شنا وبقى له ثلاث يام مش شنا فهي القضية قضية انه الستة المصرية عاوزة تناموا مالهاش داعوا بالزوج انت بقى انا بكرا راحة شغلة مش بضيها لك طيب لو انا هفترض معادك انه كلام ده صحيح خلاص؟ بنسبة مية في المية صحيح وحاجة عليهم هل ده عذر او حق انه يدي هل ده عذر او يدي الحق للراجل انه يتجوز على امراته بأمانة؟ أليس عذر شيء من الهمال؟ شوق من الهمال ولا لأ؟ انا بس ده عذر شوق من الهمال ولا شمال؟ طيب لما اتكرت ده مرة واثنين وثلاثة ونبع عليها وما استجبتش هيبقى الموقف ايه؟ يروح يتجوز عليها؟ هل يعمل ايه طيب؟ ما هو مضطر؟ طيب مهدي هتبقى حجة مهدي هتبقى حجة وبقى لكل الراجل يهوى له نفسه انه يقول السنم روتي ما بتعمليش فطار الصبح بتعملي فطار فانا هتجوز ولا تعملي فطار انا بقول في حالات معانا بحدته الراجل بقى له غايب عن البيت كم يوم لسه جاي ما بتهتمش بيه مسألش عنه اطفل نور خلينا نام انا عاوز انام مش فاضيه لك مانفعش